واقع مأسوي تعيشه الطفولة العراقية ما بين حرمان وفقر ونزوح وعمالة وتجنيد ومتاجرة وغيرها حتى بات العراق ضمن أخطر عشر دول لعيش الأطفال في العالم وفق تقرير أصدرته منظمة أنقذ الأطفال منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف كشفت أن نحو تسعين في المائة من الأطفال العراقيين لا تتاح لهم فرصة الحصول على التعليم حيث تسببت جائحة كورونا بفقدان كثير من الأباء لأعمالهم وبالتالي لم يعد باستطاعتهم تحمل مصاريف إرسال أبنائهم إلى المدارس التي أغلقت أساساً كما أنه ليس كل الأطفال بمقدورهم التعلم عن بعد كما وتشير نتائج المسح حول سوء التغذية وفقاً لليونسيف إلى أن 2.9% من الأطفال دون الخامسة من العمر في العراق يعانون من نقص الوزن و2.5% منهم يعانون من الهزال وتسعة فاصل 9% منهم يعانون من التقزم اليونسيف كشفت أيضاً تضاعف أعداد المعرضين للخطر إلى 40% من مجمل أطفال العراق بالتزامن مع تنام الفقر والبطالة والضغوط المالية المتواصلة على الأسر وحول انخراط الأطفال في التسول والأعمال الشاقة ترى لجنة المرأة والطفل والأسرى البرلمانية أن أسبابه تعود إلى تفشي حالات العنف وغياب الملاذات الآمنة وفقدان أحد الأبوين أو تفكك الأسرى وتزايد حالات الطلاق وتفيد المنظمة بأن 7.3% من الأطفال العراقيين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و 17 عاماً منخرطون في شكل من أشكال عمالة الأطفال و 16% من الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاماً يعملون في ظروف خطرة كما خلفت الحروب أكثر من 4 ملايين طفل معاق جسدياً حيث يعانون من نقص حاد في الرعاية الصحية ونقص في توفير الأطراف الصناعية والعمليات التجميلية وتشير تقارير حقوقية إلى أن الكثير من الأسر هجرت من المدن بسبب عمليات خطف واستغلال لأطفالها من قبل الميليشيات ودفع الدية وغيرها من الأمور التي كانت الطفولة هي الضحية فيها في ظل غياب شبه تام للسلطة والقانون ترجمة نانسي قنقر